ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله من هذا الطريق السيار ما بين مدينة ريفاس وبارلا بينما لقيت ضحية الرابع حتفه اليوم الخميس بعد أن نقل في حالة خطيرة إلى أحد المستشفيات وأوضحت نفس المصادر أن هذا الحادث المأساوي وقع في الساعة الأولى من صباح أمسن الأربعة عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها الضحايا الأربعة عند الكيلومتر 37 بالطريق السيارة لتنقلب وسط الطريق ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر من القنصلية العامة للمغرب بمدريد أن المصالح المختصة شرعت في إجراءات وتدابير ترحيل جتامين ضحايا هذا الحادث المأساوي لدفنها في المغرب كما نقلت صحيفة أبيسي الإسبانية صورا مؤلمة لتفاصيل انتشال سيارة الضحايا وجثتهم بعد الحادث هذا وقد تم فتح تحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني من أجل تحديد أسباب وملابسة هذا الحادث فيما تشير التحقيقة الأولية إلى أن السرعة المفرطة قد تكون السبب وراء هذه الحادثة الخطيرة فإن لله وإن إله راجعون نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية